تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود المبذولة خلال شهر فبراير الماضي من جانب لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء وذلك خلال تقرير انطلقا من رئيس لجنة المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء حسام المصري وتضمن التقرير أن اللجنة رصدت واستجابت خلال شهر فبراير ل532 حالة وصدر 57 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء وثمانية قرارات خاصة بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي كما تم إجراء 264 عملية جراحية وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ل23 حالة من دوي الاحتياجات الخاصة